يبتدي يضرب وده اللي وضح في الكرة بتاعت السلية السلية مش مخلي الولد يتنفس لأنه حريف وزاكي زيه فدي الحاجات دي بتوتر زي ماردونا في 82 لما ضرب بتاعة البرازيل ليه ده حريف وده حريف عايز سألك على جزء فني مهم جدا في المبلد النهاردة وفرصة انت معي عشان احب اسألك في الأسئلة الصعبة دي محمد مجدي أفش محمد مجدي أفش معروف ان هو راجل صانق ألعاب كبير لعب رائع جدا في مركز رقم عشر بإمكانياته كلها في تغيرات التكتيكية بتاعت موسماني اختفى شوية أفش نجوميته 3-4-3 نهوي مل جناح شوية 4-3-3 بتاعت النهاردة لما أفش ما كانش فيها فالدنيا كي يتمشى بشكل كويس هو ده السؤال انا هسأله لك هل أفش ضروري بجد؟ طبعا هل ضروري أفش موجود في أي طريقة لعب ولا ممكن تضحي بأفش ولو بشكل مؤقت لو انت طريقة لعبك لا تناسب أفشاد نهاردة موسماني بيلعب زي كيلوش 4-3-3 الطريقة دي على ما أظن انها مش محتاجة رقم عشر يعني الاتنين اللي على الاتراف راحين جايين اللي على الطرف ده بيخش يشتغل شوية وبيطلع بيه بتعتمد على التحركات هي مش تغييرة موسماني هي تغييرة أداء الكرة العالمية كلها أيوة يعني الطريقة كلها في العالم كله ما عادش محتاجة رقم عشرة اللي هو بيستلم اللي هو المعلم اللي هو بي لا بقيت تعتمد دلوقتي على تحركات اللي اتنين النهاردة تشيلسي آخر ما ماتش لعب بخمسة قدام زي زمان بقى جناح انسايد يمين وانسايد شي بقى يعني بيلعب اتنين لاتراف واتنين تحت اللي هم راحين جايين دولت والفيرود فخمسة ومعهم كانوا تخير مروحة فهدي الطريقة خلاص بقت على العالم كله المفروض انه أفشا يطور من اللعب مش المدرب هو اللي هيغير طريقة اللعب عشان العيب لا أفشا انت بتقول لعيب كبير وانا بقولك لعيب كبير ولعيب بس التحركات لازم ما يعتمدش انه هو يستلم ويسلم في الرجل ويخدها تاني اللي هي بدا مفيد ولكن ليه وقته ليه مدة معينة في المتش لو انت محتاج تمسك كورة ولكن انت محتاج تكسب محتاج زي واحد احمد عبدالد بيقطع واحد زي حسين الشحال واحد زي طاهر ومحتاج افشا في بعض ما اقدرش استغنى عنه طبعا ولكن هي لازم يطور من لعبه ده لازم انا كنت في الناشئين بعمل زيه اروح استلمها من هنا وعملها من هنا انا وكان لعيب اسم محمد ريزي كان لعيب جبير دي فندر ايه اللي هو يروح مديها الكريم يروح اخدها من رجله مدي زي بدل راجب كده ما كم لقيت ان الطريقة دي لقيت ان كله دلوقتي بيجري وبيقطع فابتديت اعمل كان مسميني الان هاريس دياجونال رانزم مستر دياجونال الجاري القطري لان انا كنت بقطع على كده واستلم لاحيط شمال وقطع كده واستلم لاحيط لي فكنت بجري على قطري فكان مسميني مستر دياجونال فطورت من طريقة لعبي ما بقيتش اللي هو اللعيب اللي بقى في الكرة واستلم وبصي بس لا بقطع وده اتطور معي المدربين وخلاني ان انا اشتغل كويس فمجدي لازم يطور طريقة لعب لازم يستلم الحركة لازم بعد ما بصي يقطع على الحركة هو كان في الاول كده كان مجدي بيجيب جوان طبعا افشا كان بيقطع وبيخش على ال 18 بتاعه الفترة الاخيرة ما عرفش لقيته ان هو بيستلم الكرة في الرجل وبياخدها في الرجل انت عافلي سألتك السؤال ده عشان بعض جميع النادي الاهلي تقولك هو افشا ماله بعيد عن مستوى ليه افشا مش هو افشا تغيير طريقة اللعب بالضبط ان هو افشا نفسه هو استيل افشا هو افشا لعيب كبير ولعيب عظيم بس هو لسه ما اتطوعش على طريقة اللعب الجديدة للنادي الاهلي تمام